موسيقى بكل عزم ووفا وعدا لكل الشهداء سأرى نولد في بيت ديماء وعدا لكل الشهداء استيقظ البحرانيون صباح اليوم على وقع خبر اعدام ثلاثة من خيرة ابنائهم وهم كل من عباس السميع وسامم شامع وعلي السنكيس مصيبة اثارت غضب البحرانيين المقيمين في لندن الذين نظموا اعتصاما مقر سفارة آل خليفة للتعبير عن ادانتهم لممارسات النظام القمعية وللتنديد بصمت المجتمع الدولي على جرائمه إنها مصيبة عظيمة للوطن للقيم للأخلاق للأمة ليست مصيبة فقط لعائلات هؤلاء الجهداء إنها مصيبة لهذا العالم الذي تخلى عن قيمه ولهذه الأمة التي سبحت لهؤلاء الطغاة بأن يجتموا على صدورها طويلا إنها مصيبة لشعبنا الأبي بشيعته وسنته النظام الحاكم في البحرين أقدم على ارتكاب هذه الجريمة النكراء إرضاء لأطراف متعددة خارجية وداخلية يعني الجريمة اللي صارت اليوم حق الشهداء الثلاثة والبريئين والنظام يعرف إنهم بريئين حدثت الاسترضاء شارع مجنون بسفك الدم واسترضاء دول تدعم نظام آل خليفة وبغطاء سياسي من دول خيارها نظام آل خليفة هذه الجريمة أكدت مرة أخرى على عدم شرعية النظام وفقدانه للأهلية اللازمة لاستمراره في حكم البلاد بعدما هاي تسلة من الشباب المظلوم البريئ وبدون أي أدلة وفقط لغرض مجرد الانتقام دليل على أن هذا النظام فقد أهليته ودليل على أن هذا النظام الآن توغل في عملية القتل ولا يسعو أصحاب الضمائر الحية في هذا العالم سوى إدانة هذه الجريمة والاستمرار بإدانة كافة الانتهاكات التي يرتكبها النظام الحاكم في البحرين شعب البحرين لن ينسى شهداءه الأبرار ولا يهدأ له بال إلا بالقصاص من قتلتهم يسقط حمال الغضب الذي اعترى البحرانيين إثر جريمة إعدام ثلاثة من شبانهم انعكس غضبا على هؤلاء المعتصمين الذين حملوا عائلة آل خليفة مسؤولية وقوع هذه الجريمة فيما حملوا الحكومة البريطانية مسؤولية مضاعفة بسبب دعمها لهذا النظام سهر عريب البحرين اليوم من أمام مقر سفارة آل خليفة في العاصمة البريطانية لندن ترجمة نانسي قنقر